من مجزة الأخبار إلى جولتنا على أبرز مجاء في الصحف اليوم وبطبيعة الحال الأجواء هي سياسية رئاسية منها ما يتعلق بالداخل ومنها ما يتعلق بزيارة البطريارك الراعي إلى فرنسا ولقائه البارحة مع الرئيس الفرنسي أمانويل مكرون وأبدأ من الأجواء الداخلية مع باسيل يستعين بالجنرال في وجه المتمردين أسعى مع المعارضة لتبني مرشحين لواحد في صحيفة الأخبار علمت الأخبار أن جبران باسيل عقد في اليومين الماضيين جلسات مع عدد من نواب التيار المعتردين على ترشيح أزعور شرح فيها حيثيات الاتفاق المزمع عقده مع قوى المعارضة مشيرا إلى أن هناك انسجاما في الموقف مع حزب الكتائب حول فكرة طرح اسمين للتشاور بهما مع القوى السياسية الأخرى وعدم حصر الخيار باسم جهاد أزعور إلا أن القوات اللبنانية رفضت الطرح ولا يزال الكتائب والنائب غسان سكاف يسعيان إلى أقناع سمير جعجع بالفكرة أول وصوله إلى ميرنا الشلوحي سأل الرئيس ميشيل عون عن النائبين سيمون أبيراميا وألا عون اجتمع بالأول بينما لم يكن الثاني قد حضر بعد إلى أن بدأت الجلسة التي توجه خلال هائل النواب بأربع نقاط واضحة وحاسمة بدأها عون بالقول أن أي خلاف في الرأي يجب أن يحصل حوله نقاش داخلي لا في الأعلام ولا في جلسات عامة ثم أشار إلى أن من يريد أن يترك التيار الوطني الحر فليتركه وحده والتجربة أثبتت ما هو مصير الذين انفضوا عن التيار لكن على النواب أن يتذكروا بأنهم أتوا بأصوات التيار وعليهم أن يعملوا لمصلحة هذا التيار ومن دون أن يدخل في تفاصيل الملف الرئاسي أعطى موقفا ضمنيا من ترشيح أحد أعضاء التيار قائلا إن النظام الداخلي للتيار يقول بأن من يريد الترشيح للرئاسة عليه أن يكون رئيس التيار أولا وعليه بالتاني أن يرشح نفسه لرئاسة التيار وبعدها بدأت مداخلات أعضاء التكتل وكانت أطولها للنائب سليم عون الذي استغرب كيف يمكن تسويق أزعور لدى جمهور التيار خصوصا أننا أكثر من خضنا معركة ضد نهجه في الوزارة وبينما لم يسجل النائبين سيمو أبراميا وألعون مداخلات حد اعتبر النائب عون أن تسمية أزعور ستمنع التيار من لعب دور بيضة القبان الذي كنا نطبح له وسنكون في موقع المواجهة مع من نعتبرهم حلفاء لنا بينما أكد النائب إبراهيم كنعان أنه لم يرشح نفسه للرئاسة وهو سمع بترشيح البطرييرك الرعي له وتفاجأ وزاره شاكرا إلى صحيفة الجمهورية وفيها سقوط مشروع مواجهة ترشيح فرنجي تمخض يوم أمس فلم يلد شيئا ولم يتحقق ما أسوق البعض له واعتبر أنه سيغير المشهد الرئاسي رأسا على عقب بحيث يتم إسقاط ترشيح سليمان فرنجي بالضربة القاضية عبر تعرياته مسيحيا وخلق مرشح مواجه له من شأنه أن يدفع إلى الإتيان برئيس جديد برعاية دولية واسمه قائد الجيش العماد جوزاف عون قالت مصادر مطلعة على الاتصالات للجمهورية إن ما حصل في الأمس يجب التوقف عنده ماليا لأنه يختصر سقوط مشروع مواجهة ترشيح فرنجي وبالتالي انفراد رئيس تيار المرادة بصدارات المرشحين وقد تجلى هذا السقوط بحصول الأمور الآتية أولا عجز جبران باسيل عن إثبات نفسه في الأمس بأنه صاحب اليد العليا في التيار فإذا به يصطحب عمه الرئيس ميشال عون إلى اجتماع تكتل لبنان القوي مستقيا به ما يفسر تغلب وجهة نظر النواب الخمسة ليسب صعب ألا عون إبراهيم كانعان سيمو أبيراميا وأسعد درغام والتي تقول أن التفريط بالتحالف مع حزب الله وفتح أفق العلاقة مع القوات اللبنانية هو خطر في حد ذاته ثانيا عجزت المعارضة المتمثلة بصورة رئيسية بالقوات اللبنانية وحزب الكتائب عن استدراج بسيل وأخذ موافقته على ترشيح أزعور قبل دخول البطريارك الراعي إلى قصر الإليزي ثالثا لم يصدر أي موقف عن لقاء الإليزي بين الرئيس الفرنسي والبطريارك الماروني ورابعا لم يتبين على الإطلاق أن أزعور قد وافق على مبدأ طرحه مرشحا للمعارضة لأن مصادر مطالعة على موقفه تؤكد أنه سبق أن حاول استكشاف موقف الثناء الشيعي ولمس رفضا منه لترشيحه وبالتالي هو يرفض اليوم ترشيحه في مواجهة فرنجي إلى صحيفة نداء الوطن وفيها بوانتاج أولي للأصوات بين فرنجي وأزعور والرمديين في حال اتفقت المعارضة والتيار الوطني الحر نهائيا على اسم جهاد أزعور سيشهد البرلمان معركة قاسية بين فرنجي وأزعور وهنا تصير الغلبة لمنطق الأرقام والأعداد وفي تفصيل أولي للأرقام يتمثل المشهد بالآتي النواب المؤكدون الذين سينتخبون فرنجي كتلة الثناء الشيعي 31 نائبا كتلة فرنجي أربع نواب كتلة التوافق الوطني خمسة نواب فيصل كرامي حسن امراض محمد يحيى عدنان ترابلسي وطاه ناجي النائب العلوي عن ترابلس حيدر ناصر والنواب جهاد الصمد عبد الرحمن البزري وعبد الكريم كبارة أما النواب المؤكدون والذين سينتخبون جهاد أزعور فهم تكتل الجمهورية القوية ويضم 19 نائبا تكتل لبنان القوي ويضم 17 نائبا وكتلة الكتائب أربع نواب وكتلة تجدد أيضا أربع نواب وهم مشال معوض أشرف ريفي فؤاد مخزومي وأديب عبد المسيح وستة من نواب التغيير نائب الجماعة الإسلامية عماد الحوت والنواب الذين أبلغوا المعارضة سيرهم بمرشحها وهم شرب المسعد ميشال الدويهي إيهاب مطر بلال لحشيمي جانطالوزيان وغسان اسكاف أما النواب الذين مازالوا في الدائرة الرمدية ولم يحسموا خيارهم فهم كتلة الاعتدال الوطني ستة نواب وكتلة التشنى قتلة نواب وخمس نواب من التغيير إضافة إلى نعمة فرام أسامة سعد ميشال ظاهر جميل عبود ونبيل بدر ويبقى البوقف المنتظر لكتلة اللقاء الديمقراطي والتي تضم ثمانية نواب وهي تؤكد إلى الآن التصويت بورقة بيضاء بانتظار حسم الموقف وفي المحصلة يكون مرشح المعارضة جهاد أزعور قد ضمن سبعة وخمسين سوطا من دون اللقاء الديمقراطي والتشنى والاعتدال الوطني مقابل أربع وأربعين سوطا لفرنجي ولو أن داعميه يؤكدون تأمينه حوالي خمسة وخمسين سوطا في صحيفة النهار الحل الممكن في لقاء الإليزي علمت النهار من مصادر سياسية معنية بمتابعة زيارة البطريارك الراعي لبريز أن اللقاء الذي دام ساعة وخمس دقائق بينه وبين الرئيس مكرون اتسم بالصراحة حيث عرض الطرفان وجهة نظر كل منهما بالنسبة للشغور الرئاسي واتفق على مواصلة المشاورات بينهما فالرئيس الفرنسي شدد أمام ضيفه على أن بلاده لا تدعم سليمان فرنجي أو أي مرشح آخر بل أنها تعتبره الحل الممكن بدلا من الفراغ الذي تتخوف منه